الله، الله، والحمد لله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهلين اللهم صل على محمد وآله محمد قال المات رحمه الله وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس القضاء كذلك كما أن الفتوى والإفتاء يحرم على غير المؤهلي للإفتاء بنظر الماتني رضوان الله تعالى عليه كذلك غير المؤهلي للقضاء وقد كان هناك بحث وتحقيق في حكم الإفتاء وكان الأقرب هو التحريم على ما ذكرناه سابقا وإن كان الشارح قدس سره توقف في ذلك لكن الأقرب على ما استفدناه من بعض الروايات والله العالم ولسنا في صدد الفتوى ولكن في صدد البحث الألمي في هذا المجال تبين من خلال البحث السابق أن الأقرب هو ماذا هو المنع من الإفتاء الآن يقول يعني وفاقا للماتن رضوان الله عليه يقول الماتن رحمه الله وكذا يعني يحرم كما أنه كان الإفتاء يحرم عليه يحرم على الإنسان غير المؤهل للإفتاء كذلك وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس الحكم في المقام في باب القضاء أوضح من الحكم في باب الإفتاء لأن لدينا إجماعا تقريبا حاصلا إجماعا ثابتا إجماعا منقولا من الأكابر على تحقق هذا الإجماع وعدم الخلاف وعدم الإشكال في تحريم التصدي للقضاء من غير المؤهل للقضاء هذا الإنسان غير المؤهل للقضاء لا يحق له أن يتصدى للقضاء هكذا يقول السيد الشارح وأن هذه المسألة محل وفاق كما يقول الشهيد الثاني رضوان الله عليه المسالي ويقول ينقل عن الأصحاب أنهم صرحوا بكون ذلك إجماعيا المهم في المقام الآن بقطع النظر عن الإجماع لأنه إذا كان هناك إجماع أو لا يوجد إجماع هذا يحتاج إلى بحث يحتاج إلى تحقيق يحتاج إلى مراجعة لأقوال جميع العلماء حتى الإنسان يتأكد من وجود هذا الإجماع قبل ذلك نستطيع من دون الحاجة إلى الإجماع نستطيع إثبات الحكم من خلال النصوص السيد يقول نستطيع إثبات المسألة إثبات الحكم إثبات التحريم من خلال الأدلة الروايات النصوص الواردة في المقام كيف؟ يقول لأنه ورد في روايات متعددة ماذا؟ ورد في روايات متعددة المنع من التصدي للقضاء والتحذير من التصدي للقضاء بل أكثر من ذلك بل ورد أن القضاء منصب خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء وللأوصياء أو لمن نصبهما من نصبه هذان العظيمان النبي أو الوصي إذا حصلت إذا حصلت توصية إذا حصل تنصيب من قبل الإمام عليه السلام لا مانع هذا المنصوب من قبل الإمام يحق له أن يتصدى للقضاء سواء كان هذا التنصيب تنصيبا خاصا أم كان تنصيبا عاما طبعا أعام من أن يكون التنصيب تنصيبا عاما أو تنصيبا خاصا يعني يمكن مثلا في زمانه يرجع الناس في القضاء إلى ماذا في زمان الإمام عليه السلام في زمان الحضور يرجع إلى أحد أصحابه مثلا في زمان الغيبة يرجع إلى الفقهاء العلماء المجتهدين البالغين إلى مرحلة عالية من العلم ولديهم التقوى لديهم الوراء لديهم العدالة الثابتة أمام الناس الآخر الشروط التي تذكر في باب القضاء فبالتالي إذا كان الإنسان مؤهلا للقضاء يحق له التصدي للقضاء أما إذا لم يكن مؤهلا وفاقد لبعض هذه الشروط بأي حق هو يتصدى إلى هذا القضاء حينئذ يكون مشمولا بتلك الروايات الرادعة والمحذرة والتي ذكرت ماذا ذكرت عذابا شديدا وعقابا شديدا وخطورة عظيمة للتصدي لهذا العمل التصدي للقضاء التصدي لهذا المنصب من دون تنصيب من النبي صلى الله عليه وآله ومن دون تنصيب من الإمام عليه السلام لاحظوا مثلا الرواية رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح شريح القاضي المعروف يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي هكذا إذن الخيارات ثلاثة إما أن يكون نبي وإما أن يكون وصي نبي وإما أن يكون ماذا شقي طبعا النبي ووصي النبي يلحقهما من نصباه هذا الشخص الذي يتصدى للقضاء بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي نصبه النبي نصبه فحينئذ يكون تصديه يكون تصديه في محله وأما إذا لم يكن بإجازة النبي إذا لم يكن بتنصيب من النبي صلى الله عليه وآله ولا بتنصيب الوصي ليس بتنصيب من الأئمة عليه السلام حينئذ يدخل في القسم الثالث أو شقي يكون شقيا كذلك رواية أخرى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام اتقوا الحكومة اتقوا اجتنبوا احذروا اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالمي بالقضاء العادري في المسلمين لنبي أو وصي نبي رواية واضحة واضحة الدلالة في حصر في حصر هذا المنصب أن هذا المنصب ابتداء مجعور من الله تعالى للأنبياء وللأوصياء للأوصياء طيب الأنبياء والأوصياء ليسوا موجودين في جميع بقاع الأرض لابد من الطبيعي أن النبي يعين شخصا يعين واليا يعين حاكما يعين قاضيا في المناطق لإحتاجها لأن الناس يحتاجون إلى القضاء الناس بحاجة إلى ماذا إلى فصل الخصومات إلى حل المنازعات إلى حل المشاكل التي تقع بينهم واضح فحينئذ لابد من وجود قاضي لابد أن يوجد قاضي ولكن هذا القاضي يكون منصوبا ومعينا لابد أن يكون معينا من النبي أو الوصي هكذا هذه القاعدة التي نستفيدها من مثل هذه النصوص وهذه الروايات قال وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس لماذا يقول بلا إشكال هذه المسألة واضحة هذه المسألة فقهيا عند الفقهاء لا يوجد فيها مخالف لا ينبغي وجود معارضة أيضا قال بلا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر لا يوجد ظاهرا لم نجد لم عند بحثنا عند تحقيقه رضوان الله عليه يقول بلا خلاف ظاهر لم يستظهر وجود مخالف في هذه المسألة وفي المسالك أنه موضع وفاق هذا محل وفاق موضع وفاق بين أصحابنا وقد صرحوا بكونه إجماعيا انتهى فالشهيد رضوان الله عليه الشهيد الثاني في المسالك يصرح لأن الجماعة أن القوم الأصحاب صرحوا بكونه إجماعيا ويقتضيه الآن بقطع النظر عن الإجماع لأنه يحتاج إلى بحث وفحص الآن يقتضيه ظهور النصوص والفتاوى في كونه في كون القضاء من المناصب المختصة بالإمام فإذا كان منصبا خاصا لخصوص الإمام عليه السلام لخصوص النبي لخصوص الوصي حينئذ تصدي غيرهما من دون إذنهما من دون إجازتهما من دون تنصيبهما يكون ماذا يكون تجاوزا للحق ويكون هذا الإنسان المتصدي للقضاء مشمولا بتلك الروايات المحذرة والتي تجعل ماذا عقوبة شديدة للقاضي في بالي أنا بعض الروايات تقول من نصب قاضيا فقد ذبح بغير سكين ذبح هذا أصلا لأنه معنويا يذبح هذا دينه يذبح مستقبله يذبح آخرته تذبح لا يحصل على شيء لأنه ماذا تصدى إلى منصب خطير من دون تنصيب من الإمام من دون تنصيب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نحو لا يجوز لغيره التصدي له إلا بإذنه نعم إذا هو الإمام عليه السلام ينصب مثلا عندما أرسل لنفترض عندما أرسل مالك عندما أرسل مالك إلى مصر أو أرسل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه إلى ماذا إلى مصر عينه ولو فرضنا هالشكل إذا عينه قاضيا لأنه يعرف أن هذا الرجل ليس فقط واليا قادرا على الولاية قادر على إدارة شؤون البلد وإنما هو أيضا فقيه قادر على ماذا على القضاء على القضاء العادل يستطيع القيام بالقضاء العادل لا بأس حينئذن إذا الإمام نصبه لذلك لا بأس جيد هالشكل قال على نحو لا يجوز لغيره غير المعصوم غير الإمام غير النبي التصدي له إلا بإذنه ففي رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي إذن الثالث هذا الذي يتصدى لمنصب القضاء وليس منصوبا من الإمام ولا منصوب من النبي لا بنصب عام ولا بنصب خاص ليس فقيها مثلا ومع ذلك هو يتصدى للقضاء أو شقي ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام اتقوا الحكومة الحكومة يعني ماذا يعني الحكم بالقضاء فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء هنا هذه صارت إشارة توضيحية الآن قوله للإمام العالم بالقضاء هذا بيّن أن المقصود هنا من الحكومة ليس هو الحكومة بمعنى الولاية وبمعنى التحكم بشؤون الناس الولاية السياسية وإنما المقصود الحكم القضاء الحكومة في باب القضاء قال فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي إذن هي هذا المنصب بحد ذاته مجعول للنبي أو وصي النبي لنبي أو وصي نبي ولكن ثانيا وبالعرض النبي إذا نصب إنسان نصب شخصا في مثلا واليا وقاضيا على اليمن نصب شخصا قاضيا في البحرين النبي مثلا نصب شخصا واليا في مكان كذا هالشكل أو أمير المؤمنين نصب شخصا واليا مثلا في إيران مثلا هذا هذا النصب هذا التنصيب هذا التنصيب يجعل له حق القضاوة يحق له حينئذ أن يتصدى إلى هذا المنصب أما إذا لم يجعل له هذا المنصب لا باعتبار أنه منصوب شخصيا من الإمام عليه السلام ولا منصوب نوعيا لأنه فقيه جامع للشرائط فحينئذ يكون مشمول بتلك الروايات التي دلت على ماذا على جعل القضاء للفقيه من حق الناس أرجعت الناس إلى ماذا أرجعت الناس إلى القاضي بالحق المتولي الذي الذي جعله الإمام عليه السلام نصبه الإمام بشكل عام الفقيه المطلع على الأحكام العارف بأحكام بأحكام الله سبحانه وتعالى العارف بأحكام الإسلام العارف بروايات ومعاريض كلام أهل البيت عليه السلام هذا حينئذ يحق له التصدي أما إذا لم يكن كذلك يكون مشمولا بهذه الأدلة الناهية بل وفي بعض الروايات لا بأس الآن نضيف إلى ما أفاد في بعض الروايات ما يدل على ماذا على خطورة عظيمة في التصدي لمنصب القضاء مثلا واحدة من هذه الروايات تقول القضاء أربعة ثلاثة في النار لاحظوا منصب خطير إنصافا القضاء أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة لاحظوا جيدا العبارة رجل قضى بجور وهو يعلم وهو في النار هذا واضح ويعلم أنه يقضي بالظلم يقضي بجور فإذا كان هو يعرف نفسه مثلا من أجل أمور مادية رشاه هذا أحد هذا الشخص المتهم مثلا رجاه رشاه أعطاه رشوة وهو يأخذ الرشوة ويحكم ببراءة هذا المتهم وفي واقع الأمر أن هذا المتهم مجرم هو يعلم بأنه قضى بجور رجل قضى بجور وهو يعلم وهو في النار هذا طبيعي لأنه ظلم لأنه شارك في الظلم لا إشكال ورجل قضى بجور وهو لا يعلم حيث تصدى تصدى لمنصب القضاء فقضى بجور وهو لا يعلم نتيجة جهله نتيجة تخبطه نتيجة خطائه من دون تحقيق من دون تمحيص من دون بحث استسهل مسألة القضاء فتصدى لموضوع القضاء وهو لا يعلم فقضى بجور فتسبب بجهله وجهالته وتصرفه وتعديه وتصديه لهذا المنصب تسبب في ظلم أحد من الناس حينئذن يستحق ماذا يستحق العقاب فيقول ورجل قضى بجور وهو لا يعلم وهو في النار بعد ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم وهو في النار هذا حتى مع أنه قضى بالحق اتفق اتفاقا صدفة من باب أنه الله سبحانه وتعالى مثلا شاء أن ينصر ذلك صاحب الحق فهذا القاضي بالجور المتخبط الذي هو غير مطلع والذي هو غير ماذا غير مؤهل لمنصب القضاء اتفق أنه حكم لصاحب الحق لكن هو حكم من دون علم من دون معرفة بأساليب القضاء من دون خبرة بأحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام الشريعة تصدى إلى هذا الحكم ونفس التصدي يستوجب ماذا يستوجب العقاب بأي حق أنت تأخذ منصب النبي بأي حق أنت تتصدى لمنصب الوصي عليه السلام لاحظت فحين هذا ما أيضا في النار يقول ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم من دون اطلاع من دون معرفة من دون خبرة بمسائل القضاء يتصدى للقضاء فهو إذن في النار فهذا الرواية يقول ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل هذا الرابع ورجل قضى بالحق وهو يعلم هذا هو مؤهل هو فقير وعارف بأحكام الله تعالى عارف بالحلال والحرام عارف بالحق والباطل عارف بأن هذا المورد يستوجب ماذا الشهادة بكذا أو ذلك المورد يستوجب اليمين أو غير ذلك هذه الأحكام يعرفها يعرف كيفية القضاء العادل ماذا القضاء المستند إلى الشرع الشريف يعرف فإذا كان يعلم وقضى بالحق فهو في الجنة فهو في الجنة ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة هذا الرابع لحظوا إذن المسألة خطيرة التصدي تصدي الإنسان إلى القضاء من دون ماذا من دون أهلية من دون كفاءة من دون إجازة ولو عامة إجازة من الأئمة عليه السلام هذا شنو هذا تجاوز على الحد تجاوز للحد وتعدي على الحق فلاحبوا وتأكدوا وتأملوا جيدا قال وحكمه ليس بنافذ هذا عندما يحكم إذا هذا الشخص غير المؤهل قضى بشيء حكم بشيء تعرفون أنه أو ربما لا تعرفون ينبغي الالتفاة إلى هذه الناحية أنه يذكر الفقهاء أن حكم الحاكم نافذ ولا يحق لأحد نقضه يعني إذا جاء مجتهد الحاكم الشرعي إذا حكم بشيء المجتهد الثاني كان لا يرتضيه لا يحق له نقضه لا يحق له أن ينقضه ولكن إذا كان القاضي إذا كان القاضي قاضيا بالجور وليس قاضيا بالحق كان هذا القاضي غير مؤهل أساسا وليس بمجتهد حينئذ تصديه في غير محله أساسا فحكمه لا أثر له لا اعتبار له يحكم أو لا يحكم لا أثر له حكمه لا شيء وجوده وعدمه سيان فحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه أكثر من هذا حتى الناس لا يحق لهم الرجوع إلى هذا القاضي لأن هذا القاضي نصب نفسه نصب نفسه بغير حق فإذا نصب نفسه بغير وجه حق حينئذ كيف يمكن أن نرتب آثار أن نرتب الآثار على هذا المنصب فمراجعته كأن كأن مراجعته تكون تقوية لهذا الظالم تكون ماذا تكون إسناد وتصديق أنه ماذا أنه مؤهل كأنما مؤهل لهذا المنصب فلا ينبغي للإنسان حتى إذا كان صاحب حق لا ينبغي له أن يراجع القاضي بالجور القاضي الظالم أو قضاة الجور المنسوبين إلى ماذا إلى الحكام الجائرين الذين ينصبهم الحكام الجائرين لا يحق له ماذا أن يراجعه إلا في حال الضرورة هذا مذكور في محله هذا شيء آخر إذا توقف استنقاذ الحق على ماذا على مراجعة قاضي الجور بعض الفقهاء يفتي بالجواز هذا موضوع ثاني لكن لا باعتبار أنه قاضي وإنما باعتبار أن استنقاذ الحق يتوقف على مراجعة هذا الشخص من قبيل من يراجع ماذا من يراجع موظفا في دائرة معينة معينة لابد أن يقنعه لابد أن يرضيه على أي حال ولكن لا باعتبار أنه قاضي هالشكل يقول وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه بل يقول السيد الشار رحمه الله يقول في بعض كلمات الفقهاء أن نفس الترافع إلى هذا القاضي بالجور نفس الرجوع إليه نفس مراجعته نفس التقاضي عنده التداعي عنده هو نفس هذا كبير من كبائر الذنوب من الذنوب الكبيرة السيد يقول يمكن أن نستفيد هذا المعنى التحريم نستفيد التحريم من بعض الروايات بعض النصوص مثلا من جملة هذه النصوص ما دل على حرمة الإعانة على الإثم الآن هذا الشخص الذي يراجع إنسانا يدعي منصب القضاء وهو غير مؤهل للقضاء وليس بمجتهد أصلا ليس بمجتهد ليس بعارف بأحكام الله ليس بعارف بأحكام الشريعة لا يعرف ماذا ما ينبغي وما لا ينبغي وكيفية القضاء لا يعرف ذلك حينئذ المراجعة له تكون إعانة على الإثم وقد ورد في بعض الروايات تحريم ذلك مثلا في بعض الروايات من أعانى ظالما على مظلوم من أعانى ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينزع عن معونته هذه المعونة لهذا القاضي أنت بمراجعتك لهذا القاضي تقوي هذا القاضي وتجعله يعتقد تجعله يعتقد أنه وصاحب هذا المنصب وأن هذا المنصب منصب حق وكذا فإذا المتدينون المتدينون راجعوا هذا القاضي الظالم يكون كأنما إمضاء لقضائه وإعانة له على التصدي لهذا المنصب بغير حق لاحظتم فيصير يدخل يندرج تحت عنوان الإعانة على الظلم طيب بعد وما دل على حرمة الأمر بالمنكر باعتبار أن هذا هذا الشخص الذي يراجعه الإنسان من أجل أن يقضي يعني ماذا يعني يطلب منه يأمره يطلب منه القضاء يطلب منه التصدي للحكم وهذا الحكم حكم بحق أو حكم بمنكر هذا معروف تصدي بيانه للحكم بيانه للحكم منكر أو معروف من الواضح أنه منكر يعني حرام كما بينا فحكم القاضي حرام و طلب المدعي طلب المدعي منه يكون أمرا بالمنكر يكون أمرا بالمنكر واضح فيندرج تحت تلك الأدلة التي نهت عن الأمر بالمنكر قال عن أبي عبد الله الآن أنا استخرجت هذه بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجل من خثعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل في رواية في حديث فقال الرجل فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الشرك بالله قال ثم ماذا قال ثم قطيعة الرحم قال ثم ماذا قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يعني القتل أعوذ بالله الفواحش الغيبة النميمة هذه الأعمال هذا أشد منها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف هذا أيضا يدل على ماذا على تحريم هذا معناه أن هذا العمل حرام أن هذا العمل في غير محله بعد في مقبولة عمر بن حنظلة إذا لاحظناها نجد في الرواية الشريفة تقول من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ تحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت إذا الإنسان أخذ هذا هذا المال أخذ هذا الشيء هذا الميراث ذلك الأمر أيا كان إذا أخذه بحكم الطاغوت لأن هذا القاضي عبر عنه بأنه طاغوت هذا الشكل والله سبحانه وتعالى أمر بالكفر بالطاغوت جحد هذا الطاغوت ماذا ردع هذا الطاغوت لا ينبغي أن نقبل الطواغيت واضح فإذا هذا الحكم يكون حكما طاغوتيا والقبول به ماذا يكون أيضا محرما القبول بحكم الطاغوت أيضا مرفوض شرعا هذا ما يستفعل من النصوص قال وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه لماذا يقول وفي المسالك أن ذلك كبير ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم كما بينا الرواية بعد وما دل على حرمة الأمر من منكر كما ذكرنا أيضا رواية على ذلك قال وفي مقبولة ابن حنظل الوارد في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة وردت في ماذا في التحاكم إلى السلطان يعني السلطان الجائر وكذلك إلى القضاة قال رحمه الله وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه يقول السيد الشارح رحمه الله وفي المسالك إن ذلك كبيرة عندنا ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم وما دل على حرمة الأمر من منكر نحن بينا بعض الروايات الدالة على حرمة الإعانة على الإثم وكذلك بعض الروايات الدالة على حرمة الإعانة أو الأمر بالمنكر يعني قلنا بينا أن الإنسان عندما يطلب من القاضي أن يحكم له هذا أمر بالمنكر لأن حكم القاضي حكم بالجور حكم بغير حق وغير مأذون أن يحكم هو ليس مؤهل لهذا المنصب فحكمه بغير حق وأمر هذا المدعي أو المنكر هذا الشخص الذي يرفع أمره إلى هذا القاضي عندما يراجع هذا القاضي كأنما يأمره بهذا المنكر لاحظتوا كما بينا وفي مقبولة ابن حنضلة في مقبولة ابن حنضلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة عندما الإنسان يراجع السلطان يعني السلطان بغير حق وإلا إذا كان السلطان من قبيل أمير المؤمنين في زمان حكومته لا بعد لا مانع من ذلك مراجعة السلطان هذا السلطان بحق لا بأس به المقصود السلطان الجائر والقاضي وإلى القضاة يعني قضاة الجور هذا المقصود بل يقول الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة يعني قضاة الجور المنصوبين من قبل سلاطين الجور من قبل حكام الجور هذا الشكل قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل حتى في الحق لا يحق له أن يراجع هذا القاضي بالجور لا يحق له أن يراجع هذا القاضي غير المؤهل المنصوب من حاكم الجور من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت هذا كأنما راجع الطاغية راجع طاغية من الطواغيت فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا هذا يصير ماذا هذا المال يكون مالا حراما من قبيل السحت يصير من قبيل أكل الميت من قبيل ثمن يذكرون هالشكل من السحت ثمن الميت ثمن الخنزير هالشكل ثمن الخنزير وهكذا هذا يعد من السحت يعني المال المحرم حرمة شديدة الحرمة الشديدة المال المحرم حرمة شديدة يسمونه في الروايات ورد تسميته بالسحت هالشكل وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له يعني وواقعا هو وارث من هؤلاء الورثة فهو مستحق للميراث ولكن حيث أنه أخذه بحكم قاضي الجور مع إمكان الرجوع إلى قاضي الحق يستطيع أن يراجع الحاكم الشرعي يستطيع أن يراجع المجتهد الجامع للشرائط هو يراجع ماذا قاضي الجور فحين ذي يكون في حقه يكون سحتا يكون فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه شوفوا التعليل لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به إلى آخر الحديث في النتيجة نستطيع أن نقول نستخلص من هذا البيان أن حتى الترافع مراجعة هذا القاضي غير المؤهل يكون حراما أيضا والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد اشتركوا في القناة